بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا ومرحبا بحضراتكم في قناتكم قناة بنورامل الأعمال الخشبين الحمد لله ده أول مقطع لنا بعد تفعيل القناة وبعد قبول القناة وتقديمها للمراجعة والقبول الحمد لله بتمنى يا رب أن ربنا يوفق الجميع أحبابنا وأخواتنا أني لسه بيجهزوا قناة للتقديم للمراجعة بتمنى لهم كل التوفيق الحمد لله الواحد طبعا مبسوط جدا وده أول مقطع لنا إن شاء الله بعد تفعيل القناة بأنه فترة كبيرة جدا ما رفعناش أي فيديوهات كنت طبعا براجع الفيديوهات وبيحضرها براجع التعليقات والحاجات دي كلها وده شيء جدا مهم جدا لما بتجي تقدم قناتك للمراجعة لازم بتراجع التعليقات بتمسح التعليقات السلبية بتحاول تعمل رد لكل التعليقات اللي عندك الحمد لله ربنا وفقنا وجبنا لكم النهاردة مقطع مميز جدا وديد الغرفة نوم أطفال زي ما حركوا شايفين الغرفة جميلة جدا ده الدولاب أبيض في بينك منتهى منتهى الجمال طبعا شغل ليزر ده السرير وده كومدينو عليه برواز شغل الحمد لله مميز جدا ده دوكو الألوان طبعا ما بتغيرش كالعادة ده المراية على كومدينو شكلها بسيط وفيها شغل حلو مش مبهرجة وفي نفس الوقت شكلها جميل جدا وفيها شغل حلو ألوانها متناسقة مع بعضها جدا لأنه لبيض طبعا بيطلع مع أي لون اللون أصلا بطبيعته جميل بيطلع مع أي لون تاني بيناسب أي لون يتحط معها سواء بنك أو روز أو موف اللبيض يعني بطبيعته لون جميل بيتناسب مع أي لون تاني طبعا ده طعم تعطيق كنا عملنا قبل كده طبعا مصور مع الغرفة جميل جدا برا نحاول نصور لحضراتكم الدولاب من على بعيد علشان يظهر معانا في الكادر ده الدولاب من على بعض منتهى الجمال والرقة طبعا الدولاب جرار كالعادة معمول له سكة تركي علشان برضه ما تعملش صوت ولا أي شيء غرفة من أجمل الغرف وجديدة كمان وشكلها جديد الفرن بتاعتها معمولة ليزر طبعا نسيبكو بقى اللي دي صفرة برضو هيات موجودة في الكادر اللي كنا مصورينها برضو لكن ده السرير إن شاء الله طبعا اكتب لي في التعليقات لو في أي حاجة عايزين تعرفوها عن سهرها أو عن نوع الخشب أو أي شيء مرة تانية ساعدتوا جدا بكم في القناة وأتمنى للجميع يا رب التوفيق يا رب إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله